من البيت الأبيض جاء الإعلان عن تغيير نوعي في الأسلحة الأمريكية المقدمة لأوكرانيا حزمة جديدة تقدر بـ 800 مليون دولار تتضمن ذخائر عنقودية مثيرة للجدل ولأنها كذلك تأخر القرار الصعب بشأنها يقول مجلس الأمن القومي ندرك أن الذخيرة العنقودية تخلق مخاطر بإيذاء المدنيين نتيجة عدم انفجار بعض مكوناتها ولهذا أجلنا قرار إرسالها قدر الإمكان لكن هناك خطر هائل بإيذاء المدنيين إذا انتزعت القوات الروسية مواقع القوات الأوكرانية وسيطرت على مزيد من أراضي أوكرانيا وسكانها المدنيين بسبب نقص القدرات المدفعية وهو أمر لا يمكن السماح بحدوثه الحزمة تضمنت أيضا عربات برادلي وسترايكر وذخائر صاروخية لكن الذخائر العنقودية كانت محور تصريحات المسؤولين الذين أكدوا أن نسبة فشل انفجارها ستكون بين 2 و 3% وإن خالف ذلك قيودا أمريكية مررها الكونغرس عام 2017 وتشترط أن يكون ذلك المعدل أقل من 1% خشية تبعات استخدامها بعيدة المدى من خلال هذا الإعلان سيكون بمقدورنا تزويد أوكرانيا حالا بمئات الألاف من الذخائر المدفعية وهذا القرار يضمن استمرارية دعمنا لأوكرانيا عبر بلوغنا نقطة ننتج فيها شهريا ما يكفي من الذخائر ضمن تحالفنا وترفع الحزمة الأمريكية الأخيرة لأوكرانيا حجم المساعدات العسكرية المقدمة من واشنطن إلى كييف إلى نحو 40 مليار و 500 مليون دولار رغم مخالفتها لقيود محلية وتعرضها لانتقادات خارجية تمرر إدارة بايدن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن قنابل عنقودية وتبرر ذلك باستخدام الآخرين لها وبالحاجة إليها في حسم معركة كييف ضد موسكو أنس الصبار سكاينيوز عربية واشنطن اشتركوا في القناة